أكد الكاتب في صحيفة أخبار الخليج عبد المنعم إبراهيم أن مجريات الأمور وما يحدث على أرض الواقع تؤكد أن قطر لا تريد المصالحة ثمت سؤال في موضوع الخلاف مع قطر هل إن دول التحالف الربعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر هي التي تريد المصالحة مع قطر أم أن قطر هي التي تريد المصالحة مع دول التحالف الربعي مجريات الأمور وما يحدث على أرض الواقع تؤكد أن قطر لا تريد المصالحة على الأقل الآن وقد اتضح ذلك مؤخرا من الاستفزازات القطرية للبحرين في البحر والجو واعتراض السفن القطرية لقوارب تابعة لوزارة الداخلية البحرينية في البحر واعتقال صياد الأسماك البحرينيين ومصادرة قواربهم بل والشكوى إلى مجلس الأمن واتهام البحرين باختراق طائرات حربية الأجواء القطرية وتصعيد الخطاب الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية ضد دول التحالف الربعي وضد البحرين والإمارات ومصر تحديدا كل هذه السلوكيات القطرية تؤكد أن قطر لا تريد المصالحة مع دول التحالف الربعي وليس لديها النية وخصوصا الآن في توقيع أي اتفاقية تسوية للمصالحة مع هذه الدول ومن هذا المنطلق نتساءل أيضا ما الجدوى من سعي الوسطى سواء القويتي الشقيق أو الأمريكي للتحرك لإيجاد التسوية والمصالحة فإذا كانت قطر نفسها لا ترقب في ذلك حقا فما الجدوى من مساعي المصالحة لقد كان وضع دول التحالف الربعي المقاطعة لقطر خلال الثلاث سنوات الماضية يسير بشكل طبيعي فقد رمت موضوع الخلاف مع قطر خلف ظهرها ومضت في طريقها لتطوير وتنمية مجتمعاتها واقتصاداتها واتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد العبث القطري بهذه الدول وحتى قطر وجدت نفسها مرتاحة ضمن تحالف سياسي مقاير لتوجهاتنا الخليجية فهي تجد نفسها منسجمة أكثر في التحالف مع تركيا وإيران والإخوان المسلمين والمنظمات الإرهابية في العالم وأن تصول وتجول بأموالها الطائلة في بؤر التوتر والصراعات العسكرية في سوريا وليبيا واليمن وقطاع غزة باختصار إذا كانت قطر لا تريد المصالحة مع دول التحالف الربعي فما جدوى مساعي الوسطى مع طرف لا يريد المصالحة أصلا وتبقى الثقة كبيرة بدور الشقيقة الكبرى السعودية في إقناع قطر بتغيير سلوكها واختيار المصالحة نأمل ذلك